العون هل تؤيد استقالة وزير الإعلام جورج إرضاحي؟ كجزء من حل إلي لا بتعتبره جزء من حل؟ هلأ هيدا بده يصير في معالجة بالآخر للعلاقات بيننا وبين الخليج وإذا هيدا ما مر يعني قد يفيد أكيد بعتقد المصلحة الوطنية أهم من مصلحة شخصية في حدا اليوم عم بيحكي مع الخليج من لبنان؟ مفروض هلأ بالوقت الحاضر بعتقد بالواسطة عم تصير بس بمكان ما أنا بعتقد قصته جزئية يعني ما فينا نقول إنه هو يعني هي منها بس تحول الرمز للاشتباك إذا الاشتباك بيمضمونه لأساسي بين حال وإذا بيتطلب هالشيء استيقالته فليكن ما بيتطلب كمين فليكن يعني منه موضوع يعني منه موضوع هلأد جوهري برأيي الجوهري اليوم بالمشكلة مع السعودية مش هو المجوهري إنه فيه ما صار بالعلاقة صار ما بيسوى شو الجوهري؟ الجوهري إنه حزب الله السبب بتقول؟ فيه مأخذ فترده لازم يحصل حوار بيننا وبينهم ما فيها تكون هيك بس على المنابر يعني بتقد هناك إعادة ترميل مطلوب للعلاقات بيننا وبين الخليج وتحديدا بين المملكة العربية السعودية مين الشخصية؟ مش معناتها إنه كل المأخذ اللي عندهم إيها مظبوطة أو ما عندهم مأخذ مظبوطة بس هذا بيتطلب حوار بيننا وبينهم يعني اليوم شو بتعتبر المأخذ المظبوط عند السعودية؟ فيه أمور يعني يمكن إنه حق يصعلوا مننا مثل التهريب اللي عم بسير اللي عندهم مثل اليوم ممكن إنه لهجة الخطابات الهجومية عليهم إلى آخرية هاد من الأمور اللي لهم حق يكون عندهم مأخذ علينا أنتو مش قدرين تمونوا على حزب الله بتخفيض نبرة الخطاب السياسي تجاه السعودية لأنه هو الطرف الأساسي بهالنبرة والله مننا قصة مونة يعني هو حزب الله عليه هو يقدر عمليا يعني عليه هو يقدر شو اللي بيفيد لبنان شو ما بيفيد لبنان مش ناطرني بس أنا حتى أقول له هالشي بس بهو لازم يعرف كمان إنه عنده جزء من مسؤولية فيه المساهمة بتخفيف هذه الإشكالية بيننا وبين الخليج أنا برأيي حتى أكتر من هيك يمكن بيطلب الموضوع حوار بين الخليج وبين المملكة العربية السياسية السعودية وكمان حزب الله ليش لنهل من الواقع جزء بالله جزء من النسيج اللبناني جزء من التركيب اللبنانية ما فينا نتعاطى معه إنه بالمفرق بالآخر بدليل إنه أكتر وأكتر التعاطي الدولي والتعاطي حتى الخليجي عم بصير مع بميز بقى بينه وبين الدولة اللبنانية فازان عزيزي زلنا باكتج واحد كلنا نتحمل مسؤولية في المعلاجات يعني عم تدعي الأحوار مباشر بين حزب الله والمملكة العربية السعودية بين لبنان والمملكة العربية السعودية ولكن حزب الله يكون جزء منه طيب هل تؤيد الخطاب اللي بيهتمدوا حزب الله مع السعودية؟ لا مش بالضرورة بس هلأ هو عنده إشكالية معهم هنه بيعتبروه إرهابي هو برد عليهم على الأساس يعني ما بتأيده؟ لا ما بأيده أنا ما عندي زيت الاعتبارات عنه يعني هو عنده اعتبارات وهن عنده انتبارات ضده ما بدي أنا عمم مشكلة حزب الله مع السعودية يا كل اللبنانيين حتى نحنا من موقع الحليف لا لا ما عنا زيت الاشكاليين هل عنده إيها